تمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الدورة المحورية المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم العمل البرلماني وترسيق أواصره على المستوى العربي والدولي خاصة في ضوء التطورات وتسارع الأحداث عالميا وخلال استقباله دين الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البرلمانية أشهد العسومي بالمبادرات النوعية المتميزة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تحظى بإشادة دولية وتقدم كنموذج يحدد به وجدد العسومي شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه دولة المصرية للبرلمان العربية لتعزيز دوره الدبلوماسي البرلماني بما يغدم مصالح الشعب العربية